السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم رح يكون طرح أددين كل منهما مكون من رقمين للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثاني فكرة الدرس أطرح أددين كل منهما مكون من رقمين نبدأ أولا بفقرة أتأكد أجد ناتج الطرح مستعملا شريط العشرات والمكعب للأحد نبدأ بالسؤال الأول نلاحظ أن العدد خمسة أصغر من السبعة هنا نحتاج إلى إعادة التجميع رح ناخد من الثلاثة عندي ثلاث عشرات رح ناخد منها عشرة واحدة يبقى عشرتين هنا طبعا الخمسة رح نضيفها إلى العشرة العشرة تساوي عشرة أحد مع الخمسة خمسة عشر خمسة عشر ناقص سبعة يساوي ثمانية اثنين ناقص واحد يساوي واحد الناتج ثمانية عشر رح نوضحها بشريط العشرات أولا لدينا خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الخمسة لا تكفي لحدف سبعة مكعبات فإحنا أخذنا وين من الثلاث العشرات أخذنا عشرة واحدة أضفناها العشرة هذا هو الشريط جزأنا أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ثم بعد ذلك طبعا أخذنا صار عندي خمستاش ثم طبعا حذفنا سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة كم تبقى؟ تبقى ثمانية تبقى ثمانية في خانة وين؟ الثمانية هنا عندي طبعا عشرتين تبقى عشرتين راح نحدف أيضا عشرة واحدة هذه عشرة فهذه راح نحدفها تبقى عشرة ونزلنا هنا وين؟ العشرة الواحدة الشريط الواحد إذن العشرات شريط كامل والآحاد مكعب واحد هذا بالنسبة إلى سؤال واحد بالتفصيل سؤال اثنين عندي سبعة ناقص أربعة بما أن عندي العدد اللي في فوق أكبر من اللي تحت فهنا ما نحتاج إلى عدد تجميع سبعة ناقص أربعة يساوي ثلاثة أربعة ناقص اثنين يساوي اثنين الناتج ثلاثة وعشرين ما نحتاج إلى إعادة التجميع السؤال الثالث واحد واربعين ناقص ستة عشر الواحد أصغر من الستة نحتاج إلى إعادة التجميع شوف الآن هذا عندي مكعب واحد نحتاج نحدف ستة في الآحد فلازم ناخذ من العشرات الأربعة هذا أربع عشرات يصبح ثلاثة راح هذا الواحد نضيفه إلى العشرة واحد زايد عشر أحد عشر خلنا نمثلها الآن احنا أخذنا عشرة راح نجزل عشرة واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ثم ناخذ أيضاً بعد ذلك يبقى عندي ثلاث عشرات هذه عندي ثلاث عشرات كان عندي أربع بس أخذنا عشرة حولناها إلى الأحد راح نحدف ستة الآن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كم تبقى لدينا تبقى خمسة خمسة مكعبات بالنسبة إلى العشرات بقت عندي ثلاث لكن هنا قال لي يناقص واحد بعد فرح نحدف أيضاً عشرة هذا غير اللي حولناها إلى وين أحد تبقى كم عشرة عشرتين هذا الآن بالتفصيل ننتقل الآن إلى سؤال أربعة كيف يختلف طرح واحد واربعين ناقص ستة عشر عن طرح واحد واربعين ناقص ستة واحد واربعين ناقص ستة عشر هذه الحالة الأولى تعني طرح عددين كل منهما مكون من رقمين بينما الحالة الثانية تعني طرح عدد طرح عدد واحد من رقم واحد من عدد مكون من كم من رقمين هذا من رقمين لا رقمين هذا من رقمين إلى رقم واحد هذا هو الفرق بينهما ننتقل الآن إلى سؤال خمسة سوف نقوم بالحل مباشرة صفر ناقص أربعة لا يمكن لازم العدد لفوق أكبر نروح إلى الخمسة العشرات ناخد عشرة واحدة تبقى أربع عشرات الصفر نضيف إلى العشرة صفر زائد عشرة عشرة هذا الصفر خلاص عشرة ناقص أربعة ستة أربعة ناخد لف المربع لأننا أخذنا من الخمسة عشرة أربعة ناقص اثنين يساوي اثنين الناتج ستة وعشرين اثنين ناقص سبعة أيضا لا يمكن نستلف من العشرات عندي ثمان عشرات تصبح سبعة عشرة نضيفها إلى الاثنين تصبح اثنى عشر اثنى عشر ناقص سبعة يساوي خمسة سبعة ناقص ثلاثة يساوي أربعة إذن ناتج الطرح 82 ناقص سبعة وثلاثين يساوي خمسة وأربعين سبعة ناقص تسعة لا يمكن لازم العدد اللي فوق يكون أكبر نستلف نستلف من الثلاثة ناخد عشرة واحدة تبقى عشرتين عشرة زائد سبعة 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 ناقص تسعة يساوي ثمانية اثنين ناقص اثنين صفر إذن الناتج بيكون سبعة وثلاثين ناقص تسعة وعشرين يساوي ثمانية ستة وعشرين ناقص تساطعش ستة ناقص تسعة لا يمكن لازم العدد اللي فوق أكبر نستلف من العشرات تصبح عشرة واحدة عشرة زائد ستة يساوي ستة عش ستة عش ناقص تسعة يساوي سبعة واحد ناقص واحد صفر إذن الناتج يساوي سبعة سؤال تسعة أربعة ناقص ثمانية لا يمكن نستلف من السبعة تصبح ستة نضيف هذه العشرة إلى الأربعة أربعة زائد عشرة أرباطعش أرباطعش ناقص ثمانية يساوي ستة ستة ناقص واحد يساوي خمسة ستة ناقص ثلاثة هنا ما نحتاج إلى عادة تجميع العدد اللي في الأعلى أكبر ستة راح نحدث منها ثلاثة يبقى لدينا ثلاثة أربعة ناقص اثنين أيضا يساوي اثنين العدد لفوق أكبر إذن الناتج بيكون ثلاثة وعشرين أسوال الحادي عشر سبعة ناقص اثنين العدد اللي في الأعلى أكبر ما نحتاج إلى الاستلاف بيكون عندي سبعة ناقص اثنين يساوي خمسة ثمانية ناقص سبعة يساوي واحد السؤال الثاني عشر أربعة ناقص ستة لا يمكن العدد اللي فوق أصغر ناخد من العشرات واحد يبقى من الثلاثة اثنين الأربعة زائد العشرة ساوي أرباطعشر أرباطعشر ناقص ستة يساوي ثمانية اثنين ناقص اثنين صفر إذن الناتج بيكون ثمانية السؤال الثالث عشر سبعة وأربعين ناقص ستة وثلاثين إلا فوق طبعا السبعة أكبر من الستة نقدر نطرح دون إعادة التجميع سبعة ناقص ستة يساوي واحد أربعة ناقص ثلاثة أيضا يساوي واحد هذا بالنسبة لهذه المجموعة ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة استعمل بيانات أضع سؤالا على الإجابة المعطاة مستعملا التمثيل الآتي هنا عندي عدد الأصداف التي جمعت قال لي طبعا عدد الأصداف هنا عندي بلون الأحمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لإيمان لبناء ثمانية وأيضا كريمة أربعة طبعا كل مربع يمثل اثنان من الأصداف لأنه حاط لي هذه التجزيات في الأسفل اثنين أربعة ستة ثمانية عشرة اثناش أربعة عشرة فجمعت ما اسم ما اسم فتاة التي جمعت أرباطعش صدفة هل هناك سؤال آخر بإمكاني طبعا صيغ هذا السؤال من التي جمعت أرباطعش صدفة فالإجابة هي من إيمان وإذا كانت الإجابة أربعة وعشرين فالسؤال هو طبعا لازم نشوف يكون مجموحهم أربعة وعشرين دعنا نجرب مثلا إيمان ولبنى إيمان أرباطعش ولبنى ستة عش ستة عش مع أرباطعش ثلاثين هذه بتكون ماذا ليس هذه السؤال ليس إيمان ولبنى نجمع لبنى وكريمة ستة عش مع الثمانية الستة عش مع الثمانية أربعة وعشرين نقول لها كم جمعت أو كم صدفة صدفة جمعت لبنى و كريمة كريمة هذا هو السؤال السؤال الإجابة عليكم يكون أربعة وعشرين ما اسم الفتاة التي جمعت أرباطعش صدفة اسمها إيمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر